اشتركوا في القناة وغير مناسبة لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور ورح يمكث القمر في هذه المنزلة لغاية الساعة 9 و10 دقائق من صباح اليوم الأحد لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد في هذه الفترة بالنسبة للقمر اليوم رح يتواجد في برج الثور طول اليوم وحكينا أنه لما القمر بصير موجود في برج الثور نشعر بالحذر أكثر من ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا مادياً وإلا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق وهي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن فيها البدء ببرنامج الدخار يمكننا شراء عقار ماء أو قضاء وقت ممتع في البيت ومشاهدة التلفاز أو مع العائلة طبعاً بالنسبة للزوايا البطيئة اللي رح نذكرها طبعاً بدون الأحداث الدولية عشان ما نطول الحلقة أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الشمس وهي حكينا تأثيراتها لغاية يوم ستة أربعة وعند حدوث هذا الاتصال بتتعزز قدرتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب يتعدر فهمه وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفرية ضرورية بهذه الفترة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الاقتران السلبي الخطيرة اللي حكينا ما بين المريخ وزحل طبعاً تأثيراتها لغاية يوم ثمانية أربعة بتزيد فيها المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما بتزداد العصبية وعليه يجب أن نتمالك العصاب وضبط النفس عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة ممكن يتفاقم أي شعور بالملل ويتحول لإمطعات داخلي وينعكس على علاقاتنا مع الغير أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية الاختران الإيجابية اللي بين المشتري وبين نبتون وهاي حكينا تأثيراتها لغاية يوم خمسة وعشرين أربعة هي زاوية مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق أو جمعية وهاي فترة ممكن تنتهي فيها وضعية حرجة وممكن البعض يقع في الحب من أول نظرة أما بالنسبة للزاوية الوحيدة الموجودة مع القمر واللي اليوم ذروتها هي زاوية الإقتران الإيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي رح تكون ذروتها في تمام الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك طبعا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية اللوزتين وتفاحة أدم أما بالنسبة للعملية الجراحية فاليوم مناسب لإجراء العملية الجراحية ما في أي مشاكل ولكن زي ما حكينا أنه ما زالت الفترة لا تصلح لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وذلك بسبب انتحاسة الزهرة بشكل كبير كما أن هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي لا يصلح لإزالة الشعر الزاد بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل اليوم يعني يا بعض الآثار الخفيفة بندول أو برستمول يا فيب الغرب بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الثور خلق المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء خمسة أربعة بيبدأ في تمام الساعة واحدة واثنين وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وأربع دقائق صباحا ليستقر بعدها القمر في برج الجوزة بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد عمره يومين في تمام الساعة أربعة وواحدة وثلاثين دقيقة صباحا بيصير عمره ثلاث أيام نسبة الإضاءة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة بنسبة ستين في المية القمر في الثور حتى يوم خمسة أربعة طبعا منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية الآن ولكن مع ساعات المساء بيصير منتحس بنسبة خمسين في المية عطارد في الحمل حتى يوم احداش أربعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الدلو حتى يوم 5-4 منتحس بنسبة 60% المريق في الدلو حتى يوم 15-4 طبعا هو الآن منتحس بنسبة 50% ولكن مع ساعات الصباح بتنزل نسبة النحوسة إلى 25% المشتري في الحوت حتى يوم 10-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4-6 سعيد بنسبة 15% أرى نصف الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتكم أغلب هاي الفرص دائما بتيجي من عمل إضافي أو مستردات ممكن إليك أموال ممكن تحصلها اليوم طبعا بتطالعك فترة غنية يجب توظيفها اجتماعيا ومهنيا معاطفيا أهم شيء أنك ما تضيع الفرص واضف طاقتك الذهنية والبناءة لوضع حد للتساؤلات والالتباسات وناقش بوضوح أهم شيء أنك تنتبه من المصاريف لزيادة برج الثور ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبتقدروا تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي الحضوذ قوية والنتائج حاسمة ما بيستطيع أحد منافستكم اليوم نشاط عالي جدا وبتقدروا تطوصها من الماضي بترتفع المعنويات مجددا وبتكون هاي الفترة ناشطة وواعدة بتطور جيد وحضوظ عالي وتعتبر أنت بلشت الآن في أفضل أيام الشهر برج الجوزاء يوم بيطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم ليش؟ لأن القمر الآن موجود في بيت المتاعد ورح يضل كمان يوم ونص فعشان هيك بدك تضبط عصابك في هاي الفترة لأنه شوي بتحس أنه بسود الهدوء والملل وبتراوح أعمالك مكانها وبتخيب أمالك لسبب أو لآخر أهم شيء أنك لا توقع على عقد هذا اليوم ولا تحسم أمر يعني حاول أنك أنت تضبط عصابك أو تأجل الموضوع لأنها فترة فارغة من الطاقة والحظ فما تراهن عليها برج الصرطان بتسعد اليوم ما بيأمور إلها علاقة بلقاء الأصدقاء أو تعاونهم معكم أو اجتماع أو دعوة أو حفلة بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك لأنه اليوم ممكن أن تحصد تأييد لا بأس فيه عشان هيك بدك تكثف ارتباطاتك باستطاعتك تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر لأنه اليوم ممكن تفرح بانتصار مهني أو اجتماعي ولكن بدك تحاول أنك ما تفرض سلطتك على أصدقائك برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وهي الفترة بتحمل نوع من أنواع الضغوط على عدة أصعدي لأنه القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك ممكن تكون هاي الأيام فيها نوع من أنواع التوتر تنتظرك مواجهة أو ارتباط مهم بسبب لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك بدك تحاذر من العناد والمشاعر السلبية برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بيصلكم خبر من بعيد وممكن تنجحوا اليوم في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم برضو اليوم تطمئن خواطركم هاي فترة ممكن ترغب فيها بخوت تجربة جديدة فترة مناسبة للانفتاح على محيط مختلف أو ثقافة جديدة أو مجال ما وبرضو ممتازة للامتحانات والمقابلات برج الميزان اليوم بيحمل فرص لها علاقة بمكسب مالي الوصلة بشراكة بتعويض بقرض بميراث بالامور بديون قديمة معدومة ولكن ممكن صحتكم أو صحت قريب للكم تكون بحاجة للرعاية وهاي فترة مهمة جدا بالرغم من بعض التوتر السائد أهم شيء أنه اليوم ما تغامر لا بموقعك ولا بأي شيء فيه علاقة بالمجازفات وحاذر النزاعات والتذمر والتمرد وحاول أنك تقوم بواجباتك بشكل تام برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر الآن صار مقابلهم تماما فعشان هيك بعطيهم إيجابية بأمور العلاقة بقيام بعمل بطلب تعاون من طرف ثاني وبرضو بإمكان كل يوم أو تعززوا شراكاتكم المالية العاطفية ولكن عد السلبية المقابلة دائما للقمر بتكوا تحافظوا على قدوة عصابكم ونبرد صوتكم بتكونوا الضغوط كثيرة فبتكوا تحاضروا من تأزيم أي خلافات أو تحاولوا أنه يكون كلامكم واضح تفاديل عيسو تفاهم برج القوس بالرغم من تراكم العمل فأنتو عندكوا قدرة على إنجاز حصة الأسد منه فعشان هيك تقدروا تنظموا جدوى الغذائكم وتأخذوا قصد كافي من الراحة ممكن تلاحقك الاتصالات وتكثر المسؤوليات العائلية والمهنية فعشان هيك بدك تنظم وقتك حاول أنك ما تتأخر ممكن تهتم بإنشغالات مالية أو تساؤلات حول قدرتك على التحمل أهم إشي أنك ما تشك بنفسك لأنه الفترة هاي يعني فيها بعض الإنشغالات والأهم أنك تراقب صحتك برج الجديد طبعا اليوم ممتاز جدا وبترغبوا اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ومارسة نشاط فني ولكن لا تبالغوا في تجربة حذكم المالي لأنه أنت اليوم على موعد مع مصالحة أو لقاء ودي فبتكون تتجنبوا الانتقادات وتسعوا لتلطيف الأجواء اليوم تستعيد صفاء ذهنك وبتفاوض بمهارة حاول إتمام العقود والصفقات التجارية وبرضو الأجواء عاطفية جدا وممكنك برضو ممارسة هواي ماء برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وبتقدروا اليوم تخصصوا فترة لا بأس فيها من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة الجو العام فيه نوع من أنواع الضغط وفيه مسؤولية كبيرة أهم إشي أنك يعني يعني تحاول أنك تكون جاهز لأنه ممكن يكون عندك ارتباط مهم فما بجوز الفشل ولكن برضو بتحمل هاي الفترة مصريف عائلية أو منزلية برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم تنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات والتنقلات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا من خدرات ذهنية كبيرة وجراءة في التعبير والوصف أهم شيء أنك ما تسكت حاول أنك تسمع صوتك بدعوك لتنظيم جدول أعمالك تفادي للإهمال أو التقصير هذا يوم مناسب جداً في أحافل بالنشاطات والاتصالات بشكل كبير فبدك تستغل هذا اليوم بكل قدراتك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر